نفل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على أن المقرارات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة كما هي دون حذف لأي أجزاء منها على أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر يونيو من عام 2023 في جميع أجزاء المقرارات الدراسية كاملة